موسيقى متابعين الكرام في السعودية أستاذ الله وقاتكم بكل الخير إليكم نشرة الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأحد متوقع نهار هذا اليوم أن يكون التقس بوجين عام بارد النسبين في الأجزاء الشرقية والوسطى من المملكة وبعض الأجزاء الشمالية ويكون يميل الاعتدال في ساعات النهار مع ظهور كميات من السحب والغيوم ومنحص مريات تسجل به درجة الحارة العظمى 23 درجة مئوية خلال ساعات أيضا نهار هذا اليوم يتوقع أن تكون الفرص مهيئة لبعض الزخات من الأمطار في المناطق الشمالية من المملكة وبعض الأجزاء الجنوبية الغربية بمشيط الله تعالى أما اعتبارا من ساعات هذه الليلة ليلة الأحد على الاثنين يتوقع أن تتركز فرص الأمطار بمشيط الله تعالى في الأجزاء الشمالية الشرقية نستعد معكم درجات الحارة العظمى المتوقعة اليوم الصغرى نبدأها شمالة من اسكاكة 19-9-16-9 وفي تابوك 22 إلى 7 درجات مئوية مناطق الغربية من المملكة في مكة مكرمة 32-21 فرص للأمطار في مرتفعات الطائف من 23 إلى 15 المدينة منورة 28 إلى 17 وفي جدة من 32 درجة مئوية في ساعات النهار تنخذ الضيان إلى 23 درجة مئوية المناطق الجنوبية الغربية توقع أن تنشط إجمالا فرص خطور الأمطار بشكل جيد خلال اليومين القادمين تكون فرص أمطار جيدة في أبهى من 29 درجات الباحة 19 إلى 11 وفي جازان من 29 إلى 23 درجة مئوية المناطق الشرقية من المملكة في الإحساء 24 إلى 11 مع جواء مستقرة دمام 24 إلى 13 وفي حفر الباطن من 21 إلى 13 درجة مئوية مع فرص الأمطار يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى نختم بالمناطق الوسطى من المملكة الرياض 23 إلى 13 مع جواء غاية مجزئية فرص لبعض الأمطار المحلي كما تحدثنا سابقا في القصين في بريدة 24 إلى 15 وفي حائل من 23 إلى 10 درجات مع ظهور كميات من السحب والغيوم وإجبال أن المناطق الوسطى هناك فرص لأمطار محلية خلال ساعات نهار هذا اليوم مع ظهور كميات من السحب والغيوم أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم دمتم بخير إلى اللقاء